السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا في احسن الاحوال في الفيديو ده هنشرح الفاول لترز اللي هي الحروف المتحركة في الفيديو اللي فات شرحنا الانجليش لترز اللي هي الحروف الإنجليزية وعرفنا اشكال الحروف وعرفنا كويس الفرق من اسم الحرف و صوته اللي بنسمعه في الكلم واخدنا على كده امثلة كتير وعرفنا ان الحروف الإنجليزية مكونة من؟ كابتال لترز حروف كابتال كبيرة حروف صغيرة وشرحنا ده في الفيديو اللي فات باستفاد طبعا كلنا عارفين اللي هي الحروف الانجليزية مكونة من طبعا مكونة من 26 حرف 26 حرف دول منقسمين إلى حروف متحركة اللي هي حروف ساكنة الفاول اللي هي الحروف المتحركة هم 5 لترز خمس حروف اللي هم الA والE والI والO والU اللي احنا طبعا عملناهم في رسمة الوش الجميلة دي عشان حبيبنا الصيارين يعرفون طيب الكونسرانت لترز اللي هي الحروف الساكنة اللي هم 21 لترز 21 حرف اللي هم ايه اللي هم باقي الحروف يبقى احنا عندنا 26 لترز 26 حرف 5 لترز فاول and 21 لترز كانسرانت خمس حروف فاول و21 حرف ايه ساكنة تعالوا بينا بقى نشوف الفاول اللي ترز اللي هي موضوع الفيديو بتاعنا النهار الفاول اللي ترز ديت اللي هي الحروف المتحركة طبعا الحروف المتحركة دي مهمة جدا جدا لا تخلو كلمة في اللغة الانجليزية من حرف متحرك او صوت متحرك لذلك هي مهمة جدا في القراءة او في تقطيع الكلمة الى مقاطع صوتية علشان نقدر ان احنا نشوف الكلمة مكونة من كم مقطع صوتي بنشوف فيها الكام ساوند كام صوت فيها وان ساوند يبقى فيها وان سيلابول فيها تو ساوند يبقى فيها تو سيلابول وهكذا وهنشرح ده بعدين ان شاء الله في نفس الفيديو طيب الفاول اللي ترز دول يا اما تكون هي زي الماد زي الماد وزي حركات القصيرة في اللغة العربية طيب امتى تكون زي الماد وامتى تكون حركات قصيرة هنشوف دلوقت الفاول اللي ترز يا اما تكون شورت يا اما تكون لونج شورت يعني الماد فيها بيكون قصير زي مثل الحركات القصيرة في اللغة العربية اللي هي ايه اللي هي الفتحة والكسرة والضم طيب الماد يكون لونج اللي هو طويل مثل حروف الماد في اللغة العربية يبقى هي الفاول اللي ترز ممكن تكون زي الحركات القصيرة لما تكون شارط. طيب تكون زي حروف المان لما تكون ايه? لونج ايه فاولز. لأ اللي هي ايه? حروف ايه? اللونج الطويل. تعالوا بقى نشوف الفاول اللي ترزي ونشرحها مع بعض بايه? بكل سهولة. هناخد اول حاجة اول حاجة اللي هو الفاول ايه? الفاول ايه اللي هناخد فيه الشارط ايه? واللونج ايه? يعني ما يكون شارط قصير يا اميكو اللونج طويل. طيب هناخد الاول امثل على الشارط ايه? مان رجل بان طاصة فات سميد بات خفاش طيب مان بان فات بات طيب تعالوا نشوف اللونج ايه? رين مطر ترين كطار مين شهر مايو سي يقول تيك ياخذ بيك يخبز طعا نقرأهم كده مع بعض رين ترين مي سي تيك بيك شوفوا الفرق في النط مان رين تان ترين فات مي بات سي طبعا ده شارط وده ايه وده لونج طيب تعالوا بقى نشوف طيب احنا امتى نعرف نفرق ما بين لو انا لقيت الكلمة فيها ايه واحدة بس يعني حرف الايه لوحده نعرف ان الكلمة ديه المادة فيها شارط لكن لو لقيت الكلمة فيها ايه ايه او ايه واي او ايه ايه اعرف ان المادة فيها بيكون ايه بيكون لونج يعرفوا الحاجات دي يا جماعة كويس قوي علشان تعرفوا تعرفوا تفرقوا ما بين الكلمات وما بين نطق الكلمات طيب هناخد بعد كده الفاول ايه شورت ايه واللونج ايه شورت ايه تان تان فات ست قلم جاب تان عشرة فات طبيب بيطري وست جاهز او يعد او يجهز طيب شوفوا كاس بسيط طب تعان شوف اللونج ايه سي ميت سي يرى ميت يقابل بيت بنجر سي بح ميت لح بي نحلة بين اللي هو التصريف الثالث من ذربي توبيو هناخده بعد كده تعان اقرأهم كده تاني سي ميت بيت سي ميت بيت بيت تان ميت بيت ست سي طيب برضو انفرق ازاي الكلمة اللي فيها اي بس لوحدها تبقى شورت ايه طيب الكلمة اللي فيها اي 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 او اي ايه تبقى لونج ايه لونج ايه تكزوا معايا يا جمع انا باقولي الكلمة بمعناها علشان لو في حد مش عارف معنى الكلمه يقدر ان هو يعرف بعد كده الفاول i اللي هو الحرف المتحرك هناخد الشورت i وهناخد الشورت i مثل الشورت i pin thin big pin دبوس thin البصافيح thin اللي هو رفيع big اللي هو كبير ركزوا شوفوا كده الفرق معايا من pin و pan thin و tan pan ايه الفرق لاحظتوا الفرق اقول ثاني pin pan thin thin هنا الكسر خفيف pan pan لكن هنا الكسر يعني شوية اكتر pin pin ده الفرق ما بينهم هما الاتنين فنوط ما ينفعش اقول عند قلم جاف pin no هي pan ما ينفعش اقول عندي دبوس pin no هي pin وهكذا طيب تعالوا بقى نشوف الفرق ما بين الشرط اي واللونج اي هنا تعالوا نشوفوا بقى اللونج ايه ناخد بقى اللونج اي bike اللي هي دراجة kite اللي هي طائرة ورقية like يحب night كاases ليل هي هاي الي هو على المرتفعة يعني شوف اي الكلمة برضو اللي فيها حرف الاي لوحده طبعا Adding." شرط ا اما الكلمة فيها اي اي بيكون فيها او اي جي اش بيكون فيها اي 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 تعالوا بقى بنا نشوف بقية الحروف بعد كده هناخد الفول او هناخد الشرط او وهناخد باللونج او الشرط او امثلة للشرط او بوت حل هوت حار هوب يقفز على قدم واحد وجوب وظيفة بصوا معايا بوت هوت هوب بوت كوت سنو ويندو ونوت شوفوا بصوا بوت بوت هوت كوت هوب سنو جوب ويندو برضو نفس الكلام الكلمات اللي فيها او بس دي شرط او اما الكلمات اللي فيها او 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 اي طبعا بيكون في فاصل حرف اهو دي كلمات فيها او لونج يا جماعة ركزوا بالله عليكم في الحاجات اللي انا شدة تحتها خط دي مهمة جدا ده اللي بيعرفكم امتى يكون كلمة فيها المادة الشرط وامتى يكون كلمة فيها المادة ايه لونج طيب تعالوا بنا نشوف بعد كده البول يو اللي هو شرط يو اللونج يو بط كات يقطع شط يغلق هات كوخ نت مكسرات وقب اعلى تعالوا بقى اللونج يو كوت تيوب فلوت كوت جذاب تيوب انبوب وفلوت قالت الناي بصوك كوت كيوت شط تيوب هات فلوت نت طيب برضو الكلمة اللي فيها يو بس شورط اما الكلمة اللي فيها يو ايه لونج وبكده نكون خلصنا الفاول لترز اه وعرفنا طبعا ازاي ننتقل في الكلمة شورط ولونج في كل الحروف سواء ايه او اي او اي او 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 يو طيب تعالوا بنا ناخد بقى حاجة اخيرة اللي هي اللي احنا كنا تكلمنا عنها في الاول وقلنا ان اللي هو الصوت المتحرك هو اللي متحكم في تقطيع الكلمة الى مقاطع صوتي طيب امتى الكلمة يكون فيها اه وان سلابل لما يكون الكلمة فيها وان ساون وان ساون او وان فاول ساون طبعا اما يكون فيها صوت متحرك واحد يكون فيها وان ساون اللي زي كات بارك هات متقط كده مرة واحد يبا وان ساون طيب امتى يكون الكلمة فيها مقطعين لما يكون فيها ساون طيب امتى الكلمة يكون فيها تلت مقاطع لما يكون فيها تلت ايه تلت طبعا اه اصوات comfortable معناها طبعا مريح comfortable banana beautiful معناها جميل بيو تيفول الرغم من ان هنا في اكثر من حرف متحرك الا ان هو بيونتاق وانسا صوت واحد بس يبقى لذلك احنا ما بنحكمش على الكلمة من عدد الحروف المتحركة احنا بنحكم على الكلمة من اللي هو الحروف الاسوات المتحركة وبكده يا جماعة نكون خلصنا او انتهينا من شرح اللي هي الحروف المتحركة طبعا انا كده شرحتها لكم باستفادة وفهمتها لكم سواء هي long or short وعرفتكم ازاي تتقطعوا الكلمة الى مقاطع صوتي طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير للفيديو وطبعا لو مش مشتركين تشتركوا يا جماعة في القناة علشان طبعا دعمكم يهمنا عشان نقدم كل ما يفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة